بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الثبات على الحق في قصة اليوم هو نموزج عظيم من كتاب الله للثبات على هذا المبدأ عرفنا الله به في كتابه العزيز لكي نرى كيف ثبت السابقون على الحق رغم كثرة الابتلاء ماذا بك يا صالح؟ أنت لست في حالتك المعتادة هل حدث شيء؟ اجلسي يا هند أريد أن أستشيرك في أمر قل يا صالح ماذا بك؟ حدث شيء غريب في العمل وأزعجني كثيرا خيرا إن شاء الله ذهبت اليوم لمدير الشركة لأخبره عن شيء مريب يحدث في حسابات الشركة وكنت أظن بأن لا علم له به وما إن أبلغته بتلك المخالفات حتى رأيت منه ما لم أتوقعه كيف؟ ماذا قال لك؟ أخبرني بأن أتكتم على الأمر ولا أتحدث فيه مرة أخرى كيف؟ هل هو مشارك في مثل هذه المخالفات؟ يبدو ذلك وماذا ستفعل؟ هل عهدت علي أي تخاذل في نصرة الحق يا زوجتي؟ لم تتخاذل أبدا ولكن هذه المرة الأمر شديد الصعوبة ففي النهاية هو مدير الشركة ليكن فأنا لن أتنازل عن مبادئي مهما كان الأمر فالثبات على الحق هو غاية الدين هذا ما تعلمناه من ديننا يا هند صدقت يا صالح فغاية الدين هي أن يثبت الإنسان على الحق مهما زادت الضغوطات وكثرت الفتن ولنا في أصحاب الأخدود مثال وقدوة حسنة في حقبة سابقة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك حاكم ظالم يلقب بالذين واس بن شرحبيل كان يحكم نجران بالحديد والنار وكان لهذا الملك الظالم ساحر يدعى دلعان فلما بلغ دلعان من العمر ما بلغ وشعر بأن الأجل قد اقترب طلب من الملك أن يأتيه بغلام ليعلمه السحر كي يخلفه في بلاط الملك أتوا له بغلام يدعى ابن الثامر فراح الغلام يتعلم من الساحر فنون السحر في كل يوم وبينما هو مار على صومعة في الطريق سمع كلمات من راهب يدعى فيميون يتعبد بصوت جميل فقرر الغلام أن يجلس ويسمع ويتعلم من الراهب كما يفعل مع الساحر من أنت يا غلام؟ وما الذي أدخلك إلى صومعتي؟ ها؟ بل من أنت؟ وما الذي كنت تردده منذ قليل؟ أنا لم أسمع كلمات كتلك من قبل أنا الراهب فيميون وما كنت أفعله هو الصلاة لله والدعاء له فهذه هي صلاتي وهذا هو دعائي صلاة ودعاء عن أي إله تتحدث أيها الراهب؟ هل لك إله غير آلهتنا؟ الإله واحد يا غلام لا ثاني له وما دونه فأصنام لا تضر ولا تنفع هل علمتني أيها الراهب من علمك هذا؟ خيرا ما طلبت يا فتى فوالله إنه لطريق الفلاح وإن طلب معرفة الله هي الغاية التي خلقنا الله من أجلها بدأ الغلام يتعلم من الراهب الإيمان بالله ويتعلم من الساحر السحر يغدو ويروح كل يوم لكلاهما من طريق واحد ولكنه لم يكن قد أيقن بعد أيهما على الحق وأيهما يعين الشيطان وفي أحد الأيام وهو في طريق سيره للساحر وجد دابة كبيرة تحول بين الناس والسير ولا يستطيع أحد من الناس أن يقترب منها حينها قرر الغلام أمرا اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس آمنين وبعد أن انتشر بين الناس خبر الغلام وذا عصيته طلبه أحد وزراء الملك لكي يداويه بعد أن فقد بصره لقد سمعت عن معجزاتك التي يحكي عنها الناس وأنا قد أحضرتك إلى هنا لكي تساعدني وتشفيني أنا لا أشفي أحدا إنما الله تعالى هو الشافي هو الشافي والرحيم بعباده فإن آمنت به دعوت لك الله فرض إليك بصرك بمشيئته ولكني لا أعلم شيئا عن إلهك فهل عرفتني به؟ سأعلمك كما علمني الراهب عسى أن يهديك الله للحق كما هداني فلما أنبأه الغلام بدين الحق إن شرح قلب الرجل لدين الله فآمن به فدع الغلام له فرد الله إليه بصره وفي اليوم التالي وحين التقى الملك بجليسه سأله إذن ما سمعته صحيحا لقد عاد إليك بصرك نعم يا مولاي لقد رد إلي بصري وعدت أرى كل شيء وكيف حدث هذا؟ إنه أمر غريب إرادة الخالق يا مولاي أي خالق هذا الذي تتحدث عنه في حضراتي أيها الوزير؟ ألأصاب عقلك الجنون؟ الخالق واحد يا مولاي خالقي وخالق كل شيء هذا ليس بكلامك من علمك مثل هذا الكلام؟ لقد هداني الرب لطريقه القويم يا مولاي وأرجو أن يهديك أنت أيضاً سألتك من علمك هذا الكلام؟ لابد وأنه الغلام كل الناس تتحدث عن معجزاته إذن فهذا الغلام هو بداية نبتة الهلاك التي ستزرع في بلاط ملكه يا حراس خذوا هذا المجنون وضعوه في السجن وأما أمر الغلام فسأتولاه أنا بنفسي فلما جاء الجند بالغلام للملك فعرض عليه أن يرجع عن دينه وأن يتبع دين الملك فرفض ذلك فلما رأاه الملك مصراً على موقفه وثابتاً على الحق لا تزعزعه المخاوف قال للجند أن يأخذوه ويذهب به إلى أعلى الجبل ثم يعرض عليه هناك أن يترك دينه فإن هو ترك عادوا به إلى الملك وإن لم يتركه رموه من فوق الجبل وقتلوا اللهم اكفنيهم بمشت فاستجاب الله دعاءه وما هي إلا لحظات حتى اهتز بهم الجبل اهتزازة عنيفة أسقطتهم جميعاً عن الجبل إلا الغلام لم يمسسه شيء فخلفهم متردين خلفه وذهب هو إلى الملك فلما رأاه مقبللاً تعجب من عودته سالما دون أي أذى وسأله عن أولئك النفر الذين ذهبوا معه ليلقوه من أعلى الجبل فأجابه بأن الله سبحانه كفانيهم بما شاء فأرسل الملك إلى جند آخرين وأمرهم أن يأخذوا الغلام إلى السفينة فيحملوه عليها ويأخذوه إلى وسط البحر فإن هو آمن بدينهم وترك عبادة الله أعادوه وإن لم يترك دينه ورفض الرجوع عنه ألقوه في البحر وتخلصوا منه أيها الغلام المشاكس هل أنت مصر على ما أنت عليه؟ أليس هناك سبيل لعودتك عما برأسك؟ وأدعوكم أنتم أيضاً لتؤمنوا معي عسى أن يغفر لكم الله ذنوبكم ويهديكم للخير إذن أنت من حكمت على نفسك فلا طريق أمامنا سوى أن نلقيك في البحر اللهم إني دعوتهم فلم يستجيبوا اللهم كفينيهم بما شئت أنت مرة أخرى؟ ألم تبت؟ الموت والحياة بيد الخالق وحده ولا سبيل لك في قتلي إلا بأمر الله وأين جنود الذين أرسلتهم معك؟ أغرقهم الله في البحر وأنجاني عسى أن تؤمن بأن ربي هو مالك الملك وهو على كل شيء قدير ولكن إن أسررت على قتلي فسأدلك على الطريقة التي تقتلني بها ماذا؟ ماذا تقول؟ أنا صادق في قولي لك إن أردت قتلي حقا فاجمع الناس كلهم في مكان واحد كبير ليسعاهم جميعا ثم اصلبني على جدع شجرة ثم التقط سهما من سهاني وضعه في القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم رمي السهم فإنه إن فعلت ذلك قتلتني ولا سبيل آخر لقتلي فلما لم يجد الملك مفرا من قتل الغلام إلا بهذه الطريقة استجاب له فجمع الناس في ساحة من الأرض واسعة فأحضر الغلام ثم أمر بصلبه على جذع نخلة وأخذ بسهم من كنانة الغلام ووضعه في القوس وقال بسم الله رب الغلام فانطلق السهم حتى أصابه فمات في الحال فلما رأى الناس أن ملكهم وسيدهم لم يستطع قتل الغلام إلا حينما قال بسم الله رب الغلام أدركوا أن إلههم ما هو إلا كاذب وأن إلههم الحقيقي هو الله الواحد ربهم ورب الغلام فآمنوا به أجمعون فلما رأى الملك الناس كفرت به وآمنت بالله عز وجل أمر بحفر أخاديد ضخمة ثم أمر أن تشعل بها النيران العظيمة فمن ارتد عن اتباع دين الغلام نجا ومن بقي عليه ألقي في النار وهلك فصبر المؤمنون منهم على هذا البلاء العظيم واحتسبوا جزاءهم على الله فكان الغلام والمؤمنون معه من أصحاب الأخدود قدوة في الثبات على الحق مهما كانت الفتن ومهما اشتدت قسوتها هكذا ثبت الغلام على الحق ثم تبعه من آمن به في ذلك اليوم فكانت قصتهم عبرة في الثبات على الحق إلى يوم الدين فمن رأى ثبات تلك الأم التي ناداها صغيرها قائلا يا أمي اصبري فإنك على الحق حينما صبرت واحتسبت وهم يلقونها ورضيعها في النار حتما سيدرك بأن الاختبار لم يكن سهلا في يوم من الأيام فدائما ما كان غاية أهل الشر هو أن يقفر العباد بالله وبصفاته ذلك حين يقول سبحانه وتعالى في كتابه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فلم يكن انتقام هذا الملك الظالم من المؤمنين إلا لأنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد لقد أرشدتني يا أبي إلى الطريق القويم فلم أعد في شك من أمري بعد الآن فبمثل هذه المواعد الحسنة يضاء لنا الطريق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله التدبر صفة جليلة حثن الله عليها في كتابه العزيز في مواضع كثيرة وكأنه يؤكد على كل من آمن بالله واليوم الآخر أن يتدبر وذلك من خلال قوله تعالى أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون أفلا يعقلون في آيات كثيرة لذا وجب على كل مسلم أن يتدبر ويعي بواطن الأمور ولا يكتفي بظواهرها يا لها من شجرة جميلة جميلة فعلا ترى كم يبلغ عمرها؟ مائة عام أو ربما يزيد عن ذلك مائة عام؟ على ما أعتقد فهي من أقدم الأشجار هنا في الحديقة أتعيش الأشجار إلى هذا العمر؟ نعم فالأشجار أمة كغيرها من الأمم لها صفاتها وأعمارها المختلفة يأكلون ويشربون ويتنفسون ويتناسلون أيضا فلكل أمة من الأمم طبيعة خاصة هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى سبحان الله وهل لهم بعث أيضا يا أبي؟ يبعث الله الدواب فقط مع الإنس والجن للحساب ثم تكون ترابا بعد ذلك فلا خلود لها في جنة أو نار حينما أتدبر أمر بعث الله لكافة الدواب تنتابني الدهشة فهذا أمر صعب وغريب هل هناك شيء؟ يعجز الله يا زوجتي آمن بالله فهو على كل شيء قدير لم يبعث الله خلقه في الدار الآخرة فقط بل هناك من أماتهم الله وأحياهم في هذه الدنيا حقا؟ إذن قص علينا قصة أحدهم يا جدي سأنبئكم اليوم عن قصة الرجل الصالح في بني إسرائيل ذلك الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه من جديد ليكون آية لقومه وللناس وما اسمه يا جدي؟ هو عزير الذي يمتد نسبه إلى نبي الله هارون عليه السلام وكان رجلا صالحا من أتقياء بني إسرائيل خرج عزير عليه السلام وهو يركب حماره سائحا في أرض الله على تلك القرى التي دمرها القتال والحرب فلما أصابه الحر توارى في الظل أسفل تلة صخرية مجوفة ثم جلس ليأكل ما معه من عنب وتين وخبز تمدد على ظهره يتأمل حال هذه القرية التي تحولت إلى أطلال بعد أن دمرها بخت نصر ذلك الملك الظالم الذي سبى أهله من بني إسرائيل ودمر أرضهم وأخذ رجالهم أسرا راح عزير يتأمل فيما حوله يقول عزير بسم الله سبحانك ربي لك في خلقك شؤون يقول عزير في يوم ما كانت هذه القرية مليئة بالحياة حتى أتاها أمر الله فسبحان من يغير ولا يتغير ولكن هل لمثل هذه القرية من بعث جديد؟ بعد أن غشيها الموت من كل جانب فلم يبقى فيها إنسان ولا حيوان ولا نبات لقد مات كل شيء وانتهت الحياة بلا عودة في كل الأحوال سأنام قليلا ثم أستيقظ لأكمل رحلتي وليحفظني الله بحفظه بعث الله ملك الموت فقبض روح عزير مئة عام مئة عام تبدلت في أثنائها القرية وتغير الحال فعاد الناس إليها فأخرجوا ماءها وأنبتوا نباتها وعمروها بنوا بيوتهم فعادت القرية للحياة من جديد وكأن الخراب لم يمسها من قبل مئة عام وعزير في كهفه لا يقترب منه أحد وكأنه نائم نوما طويلا تحرسه رعاية الله وينعم بأمنه وفي الليلة الموعودة جاء أمر الله فأعاد الله له الحياة من جديد ففتح عينيه وكأنه مستيقظ من نومة هنيئة يقول الملك يا عزير يسألك الله كم لبثت في نومك هذا يقول عزير سبحان الله سبحان الله والله ما أظن أني لبثت إلا يوما أو بعض يوم يقول الملك هل هذا هو ظنك يقول عزير نعم وما غير ذلك يقول الملك لا بل لبثت مئة عام يقول عزير ماذا يقول الملك نعم مئة عام انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى يقول الملك بل انظر إلى حمارك أين هو أيضا يقول عزير لقد كان هنا أنا من ربطه بيدي بهذا الحجر يقول الملك لم يبقى سوى بعض التراب وبقايا العظام يقول عزير سبحان الله سبحان الله يقول الملك يا عزير ألم تقل أن يحيي الله هذه بعد موتها يقول عزير نعم قلت ذلك ووالله ما قلت إلا تدبرا يقول الملك والله يعلم ذلك فهكذا فهكذا يريك الله آياته وليجعلك آية لقوم يتدبرون يقول عزير آمنت بالله الواحد القهار فهو على كل شيء قدير يقول الملك يا عزير اذهب الآن لقومك فأنت مأمور بالتبليغ يقول عزير سمعنا وأطعنا لله الأمر ومنا الإجابة توكلنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه يقول عزير سبحان الله سبحانك ربي أعلم أنك على كل شيء قدير يقول عزير لا حول ولا قوة إلا بالله لم يبقى أحد من قومي حيا كل تلك الوجوه التي تسير في الطرقات لم أرها من قبل فاللهم يسر لي أمري يقول عزير السلام عليك يا أمط الله يقول عزير أردت أن أسأل عن أهل هذا البيت أين هم؟ ولماذا تسأل عنهم؟ هل أنت قريب لهم؟ أم مجرد عابر سبيل؟ يقول عزير بل أنا ابن صاحب هذا البيت ابن صاحب البيت؟ هذا البيت كان لرجل يدعى ابن شالوم ووارثه منه ابنه عزير وعزير مات مات منذ مئة عام ولكن من أنت يا رجل؟ يقول عزير أنا عزير أه؟ من؟ عزير؟ عزير من؟ عماذا تتحدث يا عبد الله؟ يقول عزير أنا عزير يا إيمونة عزير ابن شوريه ابن شالوم ابن صدوق ابن أخطب اقترب اقترب مني أه؟ 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 والله إنك تشبهه وأيضا تعرف اسمه ونسبه ولكن أين أنت من عزير؟ أين أنت؟ لقد فارقنا عزير من مئة عام يقول عزير هكذا أراد الله وهو العليم الحكيم إن كنت حقا عزيرا فقل لي علامة قل لي علامة في جسدك يعرف بها عزير لا يعرفها إلا الأقربون قل قل يقول عزير شامة في كتف الأيمن كثمرة الرمان آه آه أنت أنت والله عزير وأيضا هذا صوتك وتلك شامتك آه لقد هرمت كثيرا إلا أن عقلي ما زال قادرا على التمييز والله والله إنها لآية لبني إسرائيل يقول عزير ليتهم يصدقونني كما فعلت يا إيمونة دعنا من هذا الحديث دعنا وقم معي لننبئ القوم هيا هيا يا قوم يا قوم جئتكم بنبئ عظيم جئتكم بآية من آيات الله فلا تتعجبوا من قولي فأنتم تعلمون عني الصدق دائما انظروا 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 إلى هذا الرجل الذي يقف أمامكم آه إنه إنه عزير يقول عزير يا قوم أنا عزير بن شوريه ابن شالوم ابن أخطب حفيظ هارون بن عمران لا أحد منكم قد رآني من قبل إلا جارية إيمونة ولقد أراد الله أن يبقيها على قيد الحياة لتشهد على معجزة الله يا بني إسرائيل إنني أنا عزير بعثني الله من بعد موتي لأخبركم بآياته ولأدعو في سبيل نصرة دينه فإياكم والتكذيب بآيات الله عزير آه لقد حكى لجد عنه من قبل وأخبرني بأنه كان من الصالحين ولكنه اختفى ولم يعلم عنه أحد شيئاً إذن أنت تصدق ما يقوله هذا الرجل ولما لا؟ إن كانت آية من الله فلما نكذب بها؟ وهل هذا كلام يؤقل يا إبراهام؟ لقد جاء بالدلائل وقد شهدت له إيمونة وكلنا نعرف بأن إيمونة لا تكذب وأنها أيضاً كانت جارية لعزير وهي أعلم الناس به ما زلت لا أصدق فكيف يحيي الله رجلاً بعد موته بمئة عام؟ هذا شيء يعجز عن تخيله العقل وهل ما يعجز عقلك يعجز الله؟ إن الله على كل شيء قدير حاش لله لم أقصد ذلك فربي على كل شيء قدير لشك ولكن ماذا أراد الله بهذا المثل؟ لماذا يميت عزيراً مئة عام ثم يحييه؟ ليخبر الله بني إسرائيل أنه هو الذي يحيي ويميت هكذا أحيى الله عزيراً بعد مئة عام من موته ليكون معجزةً وآيةً لبني إسرائيل عسى أن تخشع قلوبهم لذكر الله بعد أن قست وباتت كالحجارة وهكذا هو حال الله دائماً مع عباده يرسل لهم الآيات من حين لآخر حتى يردهم إليه رداً جميلاً إن الله هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الوفاء من الصفات الجميلة التي يحثنا عليها ديننا ولما كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كان علينا أن نرى كيف كان وفاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مع من أخلصوا له ونصروه كم هي حفلة جميلة تليق حقاً بتكريم معلم فاضل مثل الأستاذ عاطف هذا أقل ما نقدمه يا أمي اعترافاً له بالجميل كم أنا سعيد بشعورك هذا يا بنيتي فالوفاء من علامات حسن الخلق بل هو من أسمى وأرفع الخلق كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت يا زوجي لقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالاً رائع لكمال الخلق خصوصاً الوفاء ففي سيرته صلى الله عليه وسلم الكثير من القصص الدالة على ذلك اذكر لنا يا أبي إحدى هذه القصص لا بل سنترك الأمر لجدك ليحكي لنا ما شاء من سيرة نبينا العطرة سنحكي اليوم قصة وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار وعودته معهم إلى المدينة المنورة بعد أن فتح الله على يده مكة المكرمة وطهرت الكعبة المشرفة من الأصنام والأوثان التي كانت تحيط بها من كل اتجاه ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيباً فحمض الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله ثم قال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فلا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماء أو يعضض بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب أتم رسول الله ما أمر به ففتحت مكة وهدمت الأصنام وطهر بيت الله الحرام من كل أشكال الجاهلية فعادت مكة لأصلها حين بناها الخليل إبراهيم بصحبة ولده إسماعيل عليهم السلام من كان يظن بأن محمداً سيعود لماكة من جديد؟ وأي عودة؟ إنه الفتح لقد فتح الله على محمد فتحاً عظيماً لقد فاز دين محمد ورب الكعبة لقد دانت له كافة قبائل العرب بالولاء لم يعد أحد يجرء على مخالفته بعد الآن آله من ملك عظيم لم يصل أحد من العرب إليه من قبل أتذكر يا عمران كيف خرج محمد طريضاً خائفاً تتبعه قريش لتنال منه هو ومن معه لقد نصره الله وهي قريش تخلع عباءتها لتترك دين الآباء والأجداد لتلبس ثوب محمد الأبيض النقي الذي لا وسخ فيه أو آمنت به يا عمران؟ آمنت به وبما أنزل عليه من ربه آله من خبر منذ مهتع يا رجل منذ سنوات إلا أنني كنت أخفي إيماني خوفاً من باتش قريش وأذاها الذي طال كل من آمن بمحمد ودينه الجديد لماذا أخفيت عني مثل هذا السر وأن أقرب صديقي لك يا عمران؟ الحذر يا صديقي كنت أخشى من أن يسمع قولنا أحد لقد كانت أياماً قاسية لا أعاذها الله علينا صدقت، فلقد تبدل الحال لم يعد أحد من أهل مكة ليلومك بعد أن دخلت قريش كلها في الدين الجديد هو الإسلام أسأل الله أن يهديك إليه آه، قلبي يميل لهذا الدين يا عمران ولكن لا أعرف كيف أبدأ يكفيك الشهادة أولاً بها تبدأ وبها تنجو من عذاب النار ها أنا أشهد أمامك يا عمران بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المنزه عن الشريك أشهد أن محمد رسول الله وسيدي ومولاي له مني الطاعة وعليه مني السلام سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أين كنت في هذه الساعة الحارة من النهار يا رجل؟ ألم يأتكم الخبر بعد؟ عن أي خبر تتحدث يا جعفر؟ أتحدث عن خبر الأنصار وحديثهم مع رسول الله؟ تحدث يا جعفر، من الذي حدث؟ فوالله إنه لأمر عظيم لقد استأذن سعد بن عبادة سيد الخزرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له سعد يقول الأنصار لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يقل للأنصار منها شيء فراحوا يتحدثون بينهم حتى كثرت منهم الأحاديث حتى قال قائلهم لقد لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فلقد أعطيت يا رسول الله أعطايا كثيرة من الفيء لكل قبائل العرب عدى الأنصار فشغلهم هذا الأمر بينهم ولكن دون أن يسألك أحد وبماذا أجابه رسول الله سأله رسول الله قائلا فأين أنت من ذلك يا سعد وبماذا أجابه سعد قال سعد يا رسول الله يا رسول الله ما أنا إلا من قومي ويشغلني ما يشغلهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع لي الناس من قومك أوجمع سعد بن عبادة قومه للرسول الله نعم لقد فعل وما إن اجتمعوا حتى نادى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله فقال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم فقالوا بلى لله الفضل والمنة ثم قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل قال صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أوجدتم يعني أغضبتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا فلو أنكم شاهدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكت أعينكم كما بكى الأنصار اللهم صل على محمد وآله ها هو رسول الله يعلمنا كيف يكون الوفاء ولم لا؟ وهو من قال الله عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وهكذا كان وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من الأنصار وقد أراد رسولنا الكريم أن يعلمنا كيف يكون الوفاء وكيف ننزل الناس منازلهم فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الاعتماد على الله والتوكل عليه حق التوكل هو غاية الإيمان وذروته تجسد لنا كيف يكون المؤمن معتمدا على الله ومتوكلا عليه بحق زماننا غير زمانكم يا أبي كل وقت وله متطلباته ولكن ذكر الله واجب علينا في كل زمان ومكان يا بنيتي ولا يجب أن يبعدنا شيء عنه أبدا صدقت فكم تطمئن نفسي حينما أذكر الله وأتدبر آياته إذن فكيف يكون صحيح الذكر يا جدي يقول الله عز وجل في كتابه فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى أي أن الذكر يكون بالقلب لا باللسان فقط فحينما يتذكر العبد أباه يجتاحه الحب والشوق والعرفان تجاهه وهذا هو المبتغى أن يصحب الذكر العاطفة نحو المذكور وأن لا يكون الذكر بترديد الكلمات دون أي وعي أو تدبر أو عاطفة هذا صحيح فلن يشعر بحلاوة الذكر إلا من شعر به في قلبه أما غير ذلك فهي مجرد كلمات هذا صحيح يا صالح فبالذكر تتداول أنفس وينصلح سائر عملها احكي لنا يا جدي قصة عن الذكر وفضله سأروي لكم اليوم قصة تعبر عن قيمة الذكر وفضله يحكى أن حاتمن الأصم كان رجلا كثير العيال له أولاد ذكور وإناث ولم يكن يملك سوى قوت يومه وكانت حياته هي التوكل على الله والسعي على الرزق فجلس ذات ليلة مع أصحابه يتحدث معهم فتعرضوا لذكر الحج فداخل الشوق قلبه ليخبرهم بأنه يشتاق كمثلهم لزيارة بيت الله الحرام اسمع يا حاتم أنت وفرحان لقولي فوالله لقد توكلت على الله وعزمت النية على الحج لهذا العام وقد أعددت العدة وإني إن شاء الله لمسافر خلال أيام قليلة مع القافلة المتجهة للحجاز إنه خبر سعيد بارك الله لك في حجك إذن هل سيأتي أحدكما معي؟ فلم يبق إلا أيام قليلة وتأتي قافلة الحج والله لقد اشتاق قلبي لزيارة بيت الله الحرام وإن شاء الله سأصحبك في رحلتك وماذا عنك يا حاتم؟ والله كم وددت أن أكون معكما إلا أنه كما تعلمان ليس لأبنائي وبناتي غيري وإن رزقي يوما بيوم فأخشى إن ذهبت للحج أن يجوعوا ويشق الأمر عليهم ولكني والله وددت أن تصحبنا يا حاتم فأنت الذي تدعونا دائما للقول وللعمل الصالح وبدونك نشعر بأننا تائهون والله حقا ما قال عقيل فدائما ما كنت ترشدنا للخير وحسن العمل فنعم الصديق أنت يا حاتم أليس هناك أي سبيل لتأتي معنا إلى الحج هذا العام؟ سأفكر في الأمر توكل على الله يا حاتم ومن يتوكل على الله فهو حسبه فأنت دائما ما تعلمنا ذلك وتذكر لنا أمثلة التوكل على الله وكثرة ذكره أنا أشعر بأن رحلة الحج لهذا العام ستكون من نصيبك إن شاء الله سأستخير ربي أولا وما أراده الله لن يبدل اسمع يا زينب واسمعوا يا أولادي خيرا يا أبي إن شاء الله خيرا يا أبي والله لقد استخرت الله في الخروج إلى الحج هذا العام وقد شرح ربي صدري فأحببت الخروج عصى الله أن يرحمنا برحمته ويرزقنا برزقه وأسأل الله أن تعينوني على عزم هذا ولكن لمن تتركنا يا حاتم أنت تعلم أن طعامنا يوم بيوم وليس لنا أحد في هذه البادية غيرك وأطفالنا أطفالنا صغار وهل تعتقدي بأنني لم أفكر في ذلك يا زينب ولكن نفسي اشتاقت لزيارة بيت الله دعيه يا أمي يذهب حيث شاء فإنه والله لسبب الرزق وليس برزاق فمن يرزقنا هو الله فإن غاب أبي لأيام فإن الله موجود لا يغيب أبدا صدقت والله يا صفية أصبت يا ابنتي في كل كلمة بارك الله فيك يا صفية إذن اذهب يا حاتم اذهب على بركة الله فوالله لن يضيعنا الله أبدا الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا للخروج إلى الحج هذا العام الحمد لله الحمد لله فحينما يصدق المرء في نيته يسر الله له الحال ما بك يا حاتم ألست سعيدا وكيف لا أسعد وأنا في طريقي لزيارة بيت الله الحرام بل إني أشتم رائحة مكة من مكاني هذا تعلم بأنني قد تركت زوجاتي وأبنائي ولا عائلة لهم غيري لا تخشى من شيء يا حاتم وسر معنا مطمئنا على بركة الله وقل حزبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله ما أقول سواها دائما فذكر الله هو المفرج لكل كرب حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله توكل على الله مر يوم ثم الثاني فنفذ الطعام ولم يبق في بيت حاتم كسرة خبز راح الأطفال الصغار يبكون من الجوع والأم لا تجد من تقترض منه ساءت الأحوال ولم يبق لهم إلا الدعاء أمي إني جائعة لأحضرت الطعام والله يا صغيرتي الله ما في بيتنا سوى الماء ولكني جائعة ولكني جائعة يا أمي جائعة إهدئي يا ابنتي إهدئي يا رب فرجك يا الله سأخرج على البديح عصى الله أن يرزقنا من فضله سيرزقنا الله من فضله أترين ما فعلته بنا أيتها الهوجاء؟ أنا، ماذا فعلت؟ إخوتك الصغار يبكون من الجوع ولا يوجد بالبيت كسرة خبز واحدة ألم يكن الصمت خيرا لك ولنا؟ حينها ما كان أبي سيسافر ويتركنا وحدنا أنت من وافقته الرأي ولولاك ما سافر أبي وتركنا وحدنا جياعا لسنا وحدنا يا عائشة نحن في معية الله وهو سبحانه لا يخضر عباده أبدا ولكننا جوعة ولا يوجد في البيت طعام فما الحل إذا؟ سأذكر الله كثيرا فبالذكر تحل العقد وتفرج الكروب وأنا على يقين بأن الفرج سيأتي قريبا بإذن الله آه، يا لك من حمقاء لا فائدة من الحديث معك إلهي وسيدي ومولاي عودتنا على فضلك وكرمك وأنك لا تضيعنا أبدا اللهم إنك أنت الرزاق الحليم يا رب أنت أعلم بحالنا منا إنك أنت السميع العليم اللهم فرجك القريب اللهم فرجك القريب اللهم فرجك القريب بخير والحمد لله هل لديكم ماء في هذا البيت؟ فوالله إننا عطشة ولا يوجد في هذه البادية بئر قريب والله ما عندنا غير الماء فالحمد لله على فضله انتظر، انتظر وسأتي لك بالماء بعد قليل كم كانت الشمس حامية والعطش شديد شكرا لك على الماء الشكر لله، فكل ما على الأرض فضل منه ما شاء الله على فصحتك ما اسمك يا صغيرة؟ اسمي صفية ما شاء الله، ولمن هذا البيت؟ هو بيت أبي، حاتم الأصم هل أحد منكم يعرف من هو حاتم الأصم؟ هو رجل كريم، عالم بكتاب الله وما سيرته؟ له سيرة طيبة يا مولاي ولقد سمعت أنه خرج حاجاً في القافلة التي رحلت منذ يومين إلى مكة نعم الرجل هو وأهله من كان يحب الأمير فليفعل مثل ما أفعل أعاد الله لك أباك سالما إن شاء الله ولا تنسي، أبلغيه مني السلام حياك الله بكل خير يا أمير السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما كل هذا؟ من أين أتى يا صفية؟ إنه فضل الله يا أمي فلقد أرسل الله الأمير إلى عتبة بيتنا ليشرب شربة ماء ثم يهدين عطايا يا الله، يا كريم، كم هو عظيم فضلك يا الله اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد صفية، ما بك يا حبيبتي، لما تبكين؟ أبعد كل هذا الخير، يأتي الحزن يا صفية؟ يا أمي، تذكرت كيف بتنجيها عن البارحة، فنظر إلينا مخلوق نظرة واحدة، فأغنانا بعد فقرنا، فما بالك إذا نظر إلينا الخالق الكريم، فلن يكلنا إلى أحد طرفة عين اللهم انظر إلى أبينا كما نظرت إلينا بالفضل، ودبر له أمره بأحسن التدابير، إنك على كل شيء قدير هل رأيت كيف تفرج الكروب بالذكر يا بنيتي؟ فبالذكر يفتح الله على عباده أبوابا ما كان يعلم عنها شيئا، ولم لا؟ وهو ذو الفضل والمنة على العالمين إنها قصة ذات عبرة بالفعل تراثنا التاريخي والديني، مليء بالعبر والمواعظ، فقط علينا القراءة والاطلاع، فكلما قرأ الإنسان أكثر، كلما تفتحت بصيرته على كوام الإيمان فقط علينا بالبحث والقراءة، حينها سنجد كنوزا مدفونة يكسوها الغبار، وتنتظر فقط من يزيحه عنها كانت قصة حاتم للأصم نموزجا لقيمة الذكر والدعاء واليقين بالله، والتوكل عليه، والإيمان بفضله، وواسع رحمته بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يقول الله في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم أمرنا الله بالتقوى في أفعالنا وذكرنا بأنه خلقنا من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها لنعلم أن العلاقة بين الرجل والمرأة هو الزواج أو التزاوج من أجل العفة ومن أجل النسل وأنه لا بد من اختلاف الجنس أي النوع حتى يتم التزاوج كما أمرنا الله عز وجل ولكن قوم لوط لم يتقبلوا هذا المعنى فحق عليهم العذاب الشديد لقد جاء نادر ما أخبر تدريباتك اليوم يا نادر جيدة يا أبي مدربك يمدحك دائما يا نادر أرجو أن تستمر على هذا النهج وتكون دائما الأول في لعبتك سأفعل يا أبي إن شاء الله وبما أن يومنا الرياضي قد انتهى فهيا بنا فمن المؤكد أنكم جائعون جدا يا أبي إذن هيا بنا إلى البيت فقد أتى وقت الغداء ولكني أردت أن أسأل أمرا يا أبي قبل أن نعود للبيت اسأل ماذا تريد؟ هو سؤال غريب بعض الشيء ومحرج أيضا لقد شاهدت فيلما على إحدى منصات الأفلام يتحدث عن المثلية هذا شيء مؤسف فتلك المنصات باتت تعرض علينا أشياء سيئة ولكن سؤالي يا أبي لماذا يأتون بفيلم ليعرض علينا مثل هذه الأفكار الشاذة؟ المثلية يا نادر وهي ما يعرف باللواط هي أمر قديم وقد خبرنا عنها القرآن الكريم حين قص لنا الله قصة قوم نبي الله لوط عليه السلام وما هي قصة قوم لوط يا جدي؟ سأحكي لك حتى نأخذ العبرة من كتاب الله عز وجل عسى أن تفهم وتعي جرم هذه الفاحشة البغيضة وأنها ليست بهينة عند الله تعالى عاش سيدنا لوط عليه السلام في قرى سدوم فاتخذ من سكانهم مسكنا له وتحدث بلغتهم ولقد عبد قوم لوط الكثير من الآلهة فكان الشرك ذنبهم الأول إلا أنهم لم يكتفوا بذلك الذنب العظيم ففعلوا معصية كبرى تخالف الفطرة السليمة التي فطر الله الإنسان عليها ورغم أن الله أنعم عليهم بالنعم العظيمة من أرض طيبة ومناخ معتدل وماء عذب وزروع وفيرة إلا أنهم لم يعطوا هذه النعم حقها فقد كان الرجل منهم يأتي الرجل مثله فصارت كعادة عندهم لا تنقطع فوصفهم الله عز وجل في كتابه الحكيم قائلا بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين صدق الله العظيم أسمعت بهذا الرجل الذي يدعي النبوة؟ أتقصد لوطا؟ نعم هو هذا الرجل البغيض الذي يعف نفسه عنه سمعت قوله ولم يعجبني في قوله شيئا ينادي بأن هناك ربا واحدا لا يشاركه أحد في ملكه وأن ما نفعله بذعة ابتدعها آباؤنا رجل مخرف لا يعي ما يقول ويقول أيضا إنما نقوم به فاحشة وإنه محرم علينا ماذا؟ أقال هذا حقا؟ نعم قاله بل وكرره كثيرا بين الناس ولا يزال يقوله حتى الآن إنه حقا مجنون ألا يعرف هذا الرجل بأن هذا الأمر متعارف عليه بيننا؟ ولا سبيل لتغييره كيف يجرؤ على هذا؟ ساعده على ذلك صبرنا عليه لقد أتى إلى قريتنا وتزوج من أهلها فكان يجب عليه أن يعرف آلهتنا وعاداتنا لا أن يأتي ليقول مثل هذا الكلام العبثي العوام من الناس غاضبون ويتحينون الفرصة كي يفأروا منه بل وسادة سدوم أيضا إنهم أشد بغضا للوط وقوله إذن فلنلتقي ليلا مع سادة سدوم ونبحث في أمر لوت لقد أصبح لوت وصيا علينا ليعلمنا ما الذي يجب علينا أن نفعله يا له من مخرف لقد تخطى لوط حدوده ولابد له من رادع يرجعه عن هذا القول وماذا ترى يا مرخ؟ أرى أن نهدم بيته ونأخذ ماله لكي يذوق عذابنا وينقاطع عن قوله أو يقتل وأنت عموئين أرى بأن يعذب على مرأة ومسمع من أهل سدوم حتى يعرف بأنه مدعي وكذاب وماذا تقول أنت أيضا يا جمان؟ أنا لي رأي آخر فلوت عاش معنى سنين دون أن نرى منه شرا لكن دعوته هذه ستجلب الشرور كلها علينا ماذا ترى يا جمان؟ أرى بأن نخرجه من أرضنا فليترك سدوم ويذهب حيث مشاء وليقل ما يقومه في بلدة أخرى غير بلداتنا هو كما قلت يا جمان فلنخرج آلوط من أرضنا إنهم أناس يتطهرون إذن فهذا هو القول الفصل أدخلها إلينا عمت مساء سادة قوم سدوم عمت مساء أخبرني الخادم أن هناك أمرا مهما تريدين أن تخبرين به فهات ما عندك تعلمون بأنني غير راضية عن قول لوط وعمله وأرجو أن لا يحل غضبكم علي أنا أيضا فأنتم أسياد وسادة سدوم وطاعتكم واجبة ومعاداتكم بلاهة وغباء لا تقلق يا امرأة نحن نعرف جيدا بأنك على غير دينه وأنك لا استمثلا فإن كان هناك غضب فسيكون على لوط وبناته فقط نحن نعلم تاريخك وتاريخ أبائك فلقد عبدوا آلهتنا ومارسوا عاداتنا فلا غضب عليك قط صدقت فجميعنا من أصل واحد وآلهتنا واحدة وعاداتنا لا نتخلى عنها ومن أجل ذلك جئتكم اليوم بنبأ نبأ ستسعدون به قول يا امرأة ما هو النبأ لقد أتى اليوم ثلاثة رجال من أجمل ما يكون لقد أتوا لزيارة لوط سرا إنه صيد ثمين وأرجو أن لا يذهب هذا الصيد هباء من بين أيديكم سادة سدون امرأة ذكية ومخلصة أيضا إن كان كما قلت من الجمال فسيكون لك هدية كبيرة فلم يزر قريتنا رجال عسان منذ وقت طويل هم كما قلت لكم وأكثر أقسم بحق ألهتنا وسترون بأنفسكم إذن هيا بنا يا رجال لنرى من هم ضيوف لوط ونقدم لهم التعية يا لوط أخرج لنا ضيوفك نحن نعلم بأمر رجال عندك فأخرجهم الآن يا لوط وإلا اقتحمنا عليك البيت أخرج يا لوط أخرج يا لوط وأخرج من معك لقد نفد صبرنا وحان وقت الحساب إن لم يخرج سنقتحم عليه بيته قال لوط والله لا أجد ما أقوله لكم فأنتم ضيوف كرار يا له من خزي نعار يا ليت لي قوة أدافع بها عنكم وأصد عنكم فعل هؤلاء الظالمين قال الملك لا تخف يا لوط نحن رسل ربك إليك وهم لن يصلوا إلينا قال لوط أنتم ملائكة من السماء قال الملك نعم نحن ملائكة من السماء إن الله جل شأنه يأمرك أن تخرج من القرية الليلة أنت وبناتك أما القرية فإن الله مهلكها قبل أن يأتي الصباح وإن الصباح ليس ببعيد قال لوط وحسرتاه على ظلم القوم لأنفسهم لقد أنظرتهم قبل ذلك مرارا ولكن لا مجيب قال الملك لقد قضي الأمر يا لوط عليك أن لا تنظر خلفك أبدا هذا أمر من الله لك سر طوال الليل ولا تنظر خلفك حتى تخرج من هذه القرية الظالم أهلها قال لوط والله ما أقول إلا سمعنا وأطعنا فلله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شكرا وهكذا كان عقاب الله لقوم لوط الذين فعلوا الفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين فبجرمهم استحقوا سخط الله بما قدمت أيديهم فلقد كانوا هم أول من فعل هذه الفاحشة التي لا تناسب فطرة الإنسان لقد حاربوا الله بفعلهم فاستحقوا العذاب في الدنيا وإن عذاب الآخرة لأشد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في تاريخنا الكثير من الرجال الذين شهد لهم بالطاعة والورع والزهد والتي ذاعت سيرتهم الطيبة فكانت لمن بعدهم منارة يستنير بها من أراد خيري الدنيا والآخرة حمد لله على سلامتك يا أخي ومرحبا بكم في وطنكم والله والله كم اشتغنا إليكم سلمك الله يا صالح كيف حالك يا أخي وكيف حال أبي بخير والحمد لله سعداء بوصولكم بالسلامة يا أخي كيف حال أحمد وكيف هي أخبار دراسته وكيف حال أحمد أحمد كما تعلم يا كمال هو الأول على دفعته للسنة الثانية فكم هو مجتهد ولا يعرف التكاسل كما اشتقت لبلهدنا وهوائح وأنا أيضا يا أمي كما اشتقت إلى الطعام المصري المطبخ المصري مختلف دائما وقد أعدت لكم أمي كل الأصناف التي تشتهونها كم كنت أتمنى أن نجتمع هكذا في الخارج فنحن نادرا ما نلتقي على سفرة الطعام بالفعل تعلم أن الحياة هنا تختلف عن طبيعة الحياة في الغرب كل شيء مختلف ليس هذا بعذر فمن الضروريات التي لا يجب التخلي عنها اجتماع الأسرة كل يوم على الطعام فضلا عن قضائهم الوقت الأطول معا فهذا الأمر ضروري لزيادة ترابط الأسرة يا جدي الحياة تتغير وزماننا ليس كزمانكم نعم ولكن تغير أسلوب الحياة لا يعني أن نتخلى عن عاداتنا وقيمنا التي تربينا عليها فمن الضروري أن تبقى الأسرة دائما هي الأولى بوقتنا واهتمامنا ومن بعدها يأتي أي شيء آخر وهذا ما أحرص عليه دائما يا كمال وكيف حال العمل يا كمال هل كل شيء على ما يرام في الحقيقة ليس كل شيء على ما يرام وهذا ما لم أستطع أن أبلغكم به في أحاديثنا السابقة خيرا يا ولدي ما الذي حدث فيبدو من صوتك بأن هناك هم تحمله في قلبك في الواقع يا أبي لقد تركت العمل منذ أسابيع قليلة تركت العمل؟ لما؟ حدث خلاف بيني وبين مدير الشركة فقمت بتقديم استقالتي وما هو سبب تلك المشاحنة؟ عندما طالبت بزيادة الراتب رفض المدير طلبي وانتهى الخلاف بتركي للعمل وتقديم استقالتي وأنا الآن في انتظار الحصول على عمل جديد وماذا ستفعل الآن يا كمال؟ ماذا قررت؟ في الواقع لم أقرر بعد يا أخي ولكن الأمر يشغلني ليل نهار حدئ من روعك فكل عسير يمر وكل بلاء يأتي من ورائه خير فإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة بشرط الاحتساب لله عز وجل ولتجعل دائما سير السابقين أمام عينيك لتدرك بأن ما نقاسيه نحن لهو بالأمر الهين فاصبر واحتسب كما فعل عروة بن الزبير وما هي قصة عروة بن الزبير يا أبي؟ هذا ما ستراه الآن كيف هو حال ساقه أيها الطبيب؟ لا أكذبك القول يا سيدي فساقه ساءت حالتها كثيرا ولا سبيل سوى بترها بترها؟ ألي هذه الدرجة؟ نعم يا سيدي هذه إرادة الله عز وجل لو علم أمير المؤمنين لحزن حزنا شديدا هذا قضاء الله ولا مبدل لقضائه يا سيدي وما الذي تراه الآن أيها الطبيب؟ يجب أن نسرع في قطع ساقه وإلا كان الموت مصيره لله الأمر من قبل ومن بعد وليكن ما أراده الله افعل ما يجب عليك فعله أيها الطبيب عظم الله أجرك يا شيخنا شفاك الله وعفاك الحمد لله على كل عطاياه وهو الشاف المعافي لطيف بعباده هناك أمر لا بد من إخبارك به تحدث أيها الطبيب ولا تخف فستجدني في كل الأحوال متقبلا لأمر الله راضي راضيا بحكمه أخشى أن أبلغك أنه قد وجب بطر ساقك حفاظا على سلامتك فلا سبيل لشفائها ولو انتظرنا أكثر من ذلك سيتلوث دمك حفظك الله إن كان هذا هو حكم الله فليمضي حكم الله وإني إن شاء الله من الصابرين ولكنك يا سيدي لن تحتمل الألم لذا وجب علي تغدير عقلك حتى لا تشعر بالألم والله ما أردت ذلك فأنا لم يذه العقل أبدا وأأبى أن أفعل ما يغضب الله امضي فيما عزمت ولا تنشغل بألمي بترت قدم عروة فما حزن ولا غضب على ما فقد ولما أحضروها إليه في قطعة قماش نظر لها وقال محتسبا والله إن الله يعلم بأنني ما مشيت بك إلى معصية قط وأسأل الله أن تكوني أول ما يسبق جسدي إلى الجنة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا سعد؟ تفضل تفضل يا أخي كيف حالك يا عروة؟ بخير والحمد لله والله إن لساني لا يطاوعني ولكنه قدر الله وما لنا إلا أن نرضى به ما بك يا سعد تكلم فوالله إن وجهك يقول بأن أمرا عظيما قد حدث استرجع يا عروة إنا لله وإنا إليه رجعون من فقدنا؟ إنه محمد ابنك فلقد رفسته بغلة فلم ينجو رحمه الله برحمته الواسعة وجعله من أهل الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله قد لقينا من سفرنا هذا نصبا اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد وأيم الله لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لطال ما عافيت ابتلى الله عروة ببلاء عظيم كما ابتلى غيره من السابقين فما كان منه إلا الرضا والحمد فالحمد لله على ما أعطى وعلى ما أخذ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أرد الله أن يبين لعباده أن لكل بلاء أجرى وعلى قدر عظم البلاء يزداد الأجر شرط أن يرضى العبد بقضاء الله ويحتسب في الحقيقة يا أبي لم أكن أرى الأمر بهذه الصورة فكما تعرف الحياة في الغرب حياة يغلبها المادة أما الأمور الروحانية فقليلا ما نهتدي إليها وسط هذا الصخب المادي هل اعتدل ميزاجك الآن؟ نعم لقد اعتدل كثيرا فذكر عبر الأولين دائما ما يكون فيها العظة ولقد عدت بهذه الجلسة إلى أيام الطفولة حينما كنا نجلس أمام أبي فيقص لنا قصصه المشوقة والتي بها الكثير من العبر لو لم تكن مسافرا لجلست معنا كل يوم مثل هذه الجلسة التي نجدد بها إيماننا يوما بعد يوم إذن قد أغير رأي وأفكر في العودة قريبا تجرأ تجرأ وخذ القرار أنت المستفيد صدقني صدقني يا صالح في كثير من الأحيان أفكر في هذا الأمر فبلادنا هي أجمل بلاد الدنيا دون مبالغة إذن تجرأ يا بني وخذ القرار فكم أتمنى أن تتربى حفيدتي أمام عيني كما هو حال أبناء عمها بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن فضل شكر النعمة من العبد لله وحمده له لأمر ثقيل في الميزان يتقبله الله من عبده الشاكر ثم يضاعف أجره ويملأ قلبه بالرضا فما كان لعبد أن يشكر الله عز وجل إلا وأبدل الله سيئاته حسنات وحفظه من كل سوء إن الأجواء هنا مختلفة حقا يا أبي الشمس ساطعة طوال اليوم أوليس هناك حدائق يا عمي؟ بالطبع هناك حدائق يا نادر بل وحدائق كثيرة إلا أن من اعتاد مثلي على أجواء الريف لا يستمتع كثيرا إلا بما اعتاد عليه في طفولته فالريف عندنا مختلف كثيرا عن الريف هناك عن أي شيء ستحكي لنا اليوم يا جدي وهل يحكي لكم جدي قصة كل يوم؟ نعم ففي كل يوم لنا قصة جديدة وعبرة هكذا اعتاد أن يفعل أبي معنا منذ أن كنا صغارا وما هي قصة اليوم؟ قصة اليوم عن ثلاثة رجال من بني إسرائيل ابتلاهم الله بأمر ليختبر صدق قلوبهم أراد الله أن يضرب للناس أمثاله فجعل في قصص الأولين العظة والعبرة ففي بني إسرائيل أرسل الله ملكا لثلاثة من المصابين في أبدانهم كان أحدهم أبرص والآخر أقرع والثالث أعمى فنزل الملك من السماء على هيئة رجل من بني إسرائيل ثم راح يسألهم عما يرجونه من الله عز وجل فأخذ كل واحد منهم يطلب ما اشتهته نفسه من فضل السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كيف حالك يا عبد الله؟ خير والحمد لله من أنت؟ وماذا تريد؟ أنا رسول من ربك رسول من ربي؟ فقد أرسلني الله إليك لكي يكشف عنك الضر فماذا تطلب من الله؟ وأي شيء أحب إليك؟ لقد عيرني الناس وابتعدوا عني فلم يعد أحد منهم يقربني والله ما أردت إلا لون حسن وجلد حسن وأن يذهب الله عني ذلك الذي قد بغض الناس فيه الحمد لله الحمد لله على هذا العطاء العظيم لقد تغير لون جلدي لقد شفان الله هذا أولاً فأي المال أحب إليك؟ أحب المال إلي هو البقر فأسأل الله أن يرزقني منه الخير الكثير لك إن شاء الله ما رجوت هذه بقرة عشراء بارك الله لك فيها وأنزل بركته عليها الحمد لله على هذا العطاء الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كيف حالك يا عبد الله؟ بخير والحمد لله ولكن من أنت؟ وماذا تريد؟ أنا رسول من ربك رسول من ربي؟ لقد أرسلني الله إليك لكي يكشف عنك الضر فماذا تطلب من الله؟ وأي شيء أحب إليك؟ والله لقد كرهت نظرات الناس لي واستهزاءهم بخلقته ووالله ما أردت إلا شعراً حسناً وأن يذهب الله عني هذا الذي بغض الناس في سبحان الله سبحان الله لقد برئت من مرضي ولقد أدلني الله بمظهر جميل اللهم لك الحمد والشكر على فضلك اللهم لك الحمد حمداً كثيراً هذا أولاً فأي المال أحب إليك؟ أحب المال إلي هو البقر فالخير كل الخير فيها فأسأل الله أن يهابني منها الرزق الوفير لك إن شاء الله ما رجوت هذه بقرة عشراء بارك الله لك فيها الحمد لله على عطاياه الحمد لله على عطاياه السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كيف حالك يا عبد الله؟ بخير والحمد لله ولكن من أنت؟ وماذا تريد؟ ومن دلك على طريقي؟ أنا رسول من ربك سبحان الله سبحان الله لقد أراد الرحمن بك الرحمة فماذا تطلب من الله؟ وأي شيء أحب إليك؟ والله ما رجوت منه إلا العفو والعافية وإن أراد الله أن يعيد لي بصري فإنه فإنه فضل منه عسى أن يعينني بصري على طاعته لك ما طلبت يا عبد الله؟ أه الحمد لله لقد رض الله لبصري هذا كان أولاً أما ثانياً فأي المال أحب إليك يا عبد الله؟ والله إن أحب المال إلي هو الغنم لك ما شئت هذه شاة عشراء بارك الله لك فيها اللهم لك الحمد والشكر على نعمك اللهم منك الفضل كل الفضل يا رب العالمين اللهم أعني على شكر نعمتك اللهم أعني على شكر نعمتك وبعد أن تركهم الملك أصبح لكل واحد منهم مال كثير وخير وفير فمنهم من راعى حق الله فيه ومنهم من جحد وتكبر فراح الناس من بني إسرائيل ينظرون إلى تلك النعم التي أنزلها الله عليهم ويرجون مثل هذا الخير دون أن يدركوا أو يتدبروا أهذا عطاء من الله أم ابتلاء منه وظلوا كذلك حتى أتت ساعة الاختبار للأقرع والأبرص والأعمى السلام عليكم وعليكم رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري ألك الأجر والثواب عند الله بعيرا أجن انت رجل هيا هيا فلتذهب من حيث جئت فأنا مشاغلي كثيرة وليس عندي ما أعطيه لك كأني أعرفك ألم تكن أبرصا يتأفف منك الناس فقيرا فأعطاك الله كذبت أيها الصلوك إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر إنه مال آبائي وأجدادي إن كنت كاذبا في دعواك فأدعو الله أن يصيرك إلى ما كنت عليه اذهب يا رجل اذهب السلام عليكم وعليكم رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك الشكل الحسن وزاد مالك بعيرا أتبلغ به في سفري ولك الأجر والثواب عند الله بعيرا أتراني أوزع أموالي على الناس فلتذهب من حيث جئت فأنا مشاغلي كثيرة وليس عندي ما أعطيه لك اذهب اذهب يا رجل كأني أعرفك ألم تكن أقرعا يتأفف منك الناس فقيرا فأعطاك الله أهكذا يكون شكران النعمة كذبت إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر إنه مال آبائي وأجدادي إن كنت كاذبا في دعواك فأدعو الله أن يصيرك إلى ما كنت عليه أخرج أيها الرجل من بيتي أخرج وإياك أن تأتي إلى عتبتي ثانية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي استرح من أنت؟ رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد إليك بصرك وزاد مالك أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري ولك الأجر والثواب عند الله قد كنت أعمى فرد الله لي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فالمال كله مال الله والفضل كله فضل الله بارك الله لك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد ردي الله عنك وسخط على صاحبيك لا حول ولا قوة إلا بالله لقد ضاع مالي وعدت إلى ما كنت عليه يا أهل مصيبتي يا أهل مصيبتي اللهم لك الحمد والشكر على فضلك العظيم اللهم أدم علي نعمتك واحفظها من الزوال إنك أنت المتفضل على عبادك وأنت اللطيف الخبير وهكذا كانت نهاية قصة الثلاثة رجال من بني إسرائيل وقد بيّنت أن بني آدم يتفاوتون في شكر نعمة الله ونفع العباد فإن الأبرس والأقرع وقد أعطاهم الله المال الكثير ولكنهما جحدا نعمة الله وقالا إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر وهم يعلمون بأنهم يكذبون على الله وعلى نفسيهما فلقد كانا فقراء أعطاهم الله المال لكنهما رفضا أن يؤدي زكاتهم حمدا على نعمة الله عليهما وقالا هذا من آبائنا وأجدادنا أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل ولذلك وفقه الله وهداه لما فيه الخير بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لأبنائنا حق علينا حق المعرفة والتبليغ وحق النصح والإرشاد لهم منا النصيحة للإجبار والموعظة الحسنة للإكراه هذا حقهم علينا وهذا ما أمرنا به حقا هذا القول ألا يعجبك الفن المصري القديم؟ ليس دائما فالعصر يتغير هذا هو قولها دائما وكأن جيلنا أتى من عالم آخر وكأننا لم نكن شابابا في يوم من الأيام في الحقيقة رأي مي أقرب إلى الصواب فكل جيل له ما يناسبه هذا ما ترفض أمي أن تقتنع به لا سبيل لتغييد قناعتك لقد أصبح هذا هو الطبع الغالب عندكم أنتم جيل لا يقبل النصيحة الأجيال الجديدة لها حق علينا فحقهم علينا أن ننقل لهم أفكارنا وخبرتنا في الحياة ولهم أن يقبلوا أو يرفضوا فقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمن غير زمنكم وإن لم ينصتوا جيدا يا أبي حتى وإن لم ينصتوا جيدا لما نقوله فما علينا إلا أن ننصح بما نراه صوابا هذا هو حق أبنائنا علينا هذا هو الكلام يا جدي إذن فلتحكي لنا اليوم قصة تدور حول هذا المعنى إذن سيكون حديثنا اليوم عن أحد الصالحين وهو يعظ ولده ويعطيه خلاصة خبرته في الحياة كما قصلنا الله عز وجل قصته في كتابه العزيز ومن هو هذا الرجل يا جدي إنه لقمان الحكيم ولما كانت الحكمة هي غاية المؤمن لما عرف من فضلها وذلك تصديقا لقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم لما كان الأمر كذلك كان حديثنا اليوم عن أحد ممن آتاه الله عز وجل الحكمة وفتح عليه وأعطاه من واسع فضله الجو شديد الحرارة اليوم فلنجلس لنرتاح قليلا الحمد لله الذي أظلنا بهذه الأشجار والتي لو لاها ما استطعنا أن نكمل عملنا في هذه الأجواء نهو فضل الله فاللهم أدم نعمتك علينا آمين ولكن أخبرني كيف حال ابن عمك اليوم أتقصد لقمان؟ نعم الجميع في القرية يتحدثون عن لقمان وحكمته سأخبرك بما سمعته من سيده بالأمس فلقد جلست مع سيده الذي استأجره ليرعى له غنمة فرح يقص علي هذا الأمر ويا له من أمر غريب يدل على حكمة لقمان وفقه لقد شوقتني تحدث فأنا أسمعك لقد جاء سيده له بشات وقال له يا لقمان اذبح هذه الشات واتني بأطيب مضغطين فيها فذبحها لقمان ثم جاء بكل من اللسان وكذلك القلب فراح سيده يتأمل في فعل لقمان ثم صمت اللسان والقلب هذا فعل لقمان حقا ثم ماذا؟ ثم في اليوم التالي جاء سيده وقال له يا لقمان اذبح هذه الشات واتني بأغبث مضغطين فيها فأعطاه لقمان كل من اللسان والقلب أيضا يا لا حكمة لقمان هذا أمر عجيب فحينما أتاه بالقلب واللسان في المرة الثانية سأله متعجبا من ذلك الصنيع وماذا قال له لقمان؟ قال له ليس شيئا أطيب منهما إذا طابا ولا شيء أخبث منهما إذا خبثا والله لقد صدق لقمان في قوله وإنه حقا لذو حكمة وقول سليم ولنسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وقلوبنا من الخبث والخبائث إياك وأن تقرب هذه العين مرة أخرى فالماء ماءنا ولا نصيب لك فيه الماء ماء الله وخير الأرض كله لله بل هو ماءنا وخير الأرض خيرنا نحن من نملكها وأنتم خدم عندنا إنك تكفر بنعمة الله عليك وعلى آبائك فدعك من هذا القول إنه من الشيطان واستغفر لذنبك دعك من شيطاني وذنبي وابتعد عن الماء وإلا أصابك مني ما يسوءك راح لقمان الحكيم يلقن ولده ويعلمه الكثير من الحكم التي وهبه الله إياها لله في خلقه شؤون فبمال يبتل العبد فيكفر وبمال يبتل العبد فيشكر هكذا يختبئ الله عباده أكثر من قول رب اغفر لي فلله في كل يوم ساعة إجابة لا يرد فيها الداعي وأعظم الدعاء هو الاستغفار أكثر من مجالسة العلماء ومزاحمتهم وذلك لأن الله يحيي القلوب الميتة من خلال نور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء وأغلب الشيطان باليقين خاصة إذا جاءك من باب الشك والريبة فإن الدنيا مفارقة ومطروكة تجنب تأخير التوبة لأن الموت يأتي بغتا وتجنب الدين لأنه هم بالليل ومذلة بالنهار تجنب الكذب والأكل على شبع فخير للإنسان أن يقذف هذا الطعام للكلب على أن يأكله وجاهد نفسك ما استطعت فإن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر واتخذ تقوى الله سبحانه وتعالى تجارة فبالتجارة مع الله يحصل الإنسان على الربح دائما بهذا تكون قد ملكت زمام نفسك وإن كبح جماحها لأمر عظيم إلا على المؤمنين فهل وعيت يا بني ذلك النصح؟ راح لقمان الحكيم يلقن ولده ويعلمه الكثير من الحكم التي وهبه الله إياها فإن الله لا يؤتي الحكمة إلا لخاصة عباده فهو سبحانه وتعالى يعلم علمه لدني من هو أهل للحكمة ولهذا أصبح لقمان يكنى بين الناس بلقمان الحكيم فالله وحده يصطفي عباده بفضله وعلمه وذلك تصديقا لقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم فما كان الاصطفاء إلا لمن هم أهل للاصطفاء هكذا كان حال لقمان مع ابنه وهكذا أراد الله أن يقص علينا قصته في كتابه العزيز ليكون لنا عظة وعبرة نتعلم من خلالها كيف نعلم أبناءنا ففي كتاب الله جمعت فضائل الصفات وعظائم الكلمات فكان كتاب الله هو المصباح الذي يضيء لنا ظلمات دنيانا صدقت فنحن في الغرب نعيش حياة مادية جافة تفتقد لكثير من هذه اللمسات الروحانية المليئة بالطاقة الإيجابية وما هي المعرفة الروحانية يا جدي؟ إنه ذاك العالم المعنوي الذي لا يرى وليس ذلك العالم الملموس أو المحسوس وهذا العالم المعنوي هو الذي به نستدل على عظائم الأمور ونستبصر بها مراد الله في خلقه جل شأنه فكلما زادت لديك المعرفة الروحانية زادت حكمتك ومعرفتك بآيات الله في خلقه وأصبحت قادرا على التدبر والتفكير بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين خلق الله الموت والحياة وذكرنا بهما في كتابه العزيز لكي نتدبر ونعي حكمة الله في خلقه ثم ضرب لنا الأمثال لأقوام أحياهم الله بعد موتهم وذلك حتى نوقن بأن الأمر كله بيد الله وأنه لا مفر من قدر الله إلا إلى قدر الله أهلا يا بنيتي كيف حالكم اليوم؟ بخير يا جدي الجو اليوم جميل جدا هو كذلك بالفعل ولكن هناك شيء تريدان أن تسأل عنه أفصح عما تريدانه في الواقع يا جدي كنت أنا ومي نتحدث في أمر وأردنا أن نسمع منك ونستفيد في هذا الأمر عن أي أمر تحدثتما؟ عن الموت والحياة يا جدي ولما خلق الله الموت؟ الموت والحياة إنه أمر جلل حقا إنه سر كبير من أسرار الخالق عز وجل لذا أردنا أن نسمع منك فهل لحدثتنا عن هذا الأمر يا جدي؟ ولكن قبل أن أحدثكم عن الموت والحياة وحكمة الله فيهما سأحكي لكم أولا قصة ذكرها الله في كتابه العزيز أي قصة تلك يا جدي؟ إنها قصة أحد أنبياء الله عز وجل والذي بعث في بني إسرائيل وما اسم هذا النبي؟ نبي الله حزقيل أحد أنبياء بني إسرائيل كان نبي الله حزقيل عليه السلام من أوائل الأنبياء قربا بزمان نبي الله موسى عليه السلام كان يعظهم بالليل وبالنهار ويذكرهم بما كتبه الله عليهم في التوراة فيطيعه قليل منهم وينشغل عنه الكثير هكذا كان حال البشر في كل زمان ومكان وذلك تصديقا لقول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين أسمعت بما يدور في القرية؟ عن أي أمر تتحدث يا رجل؟ فأنا لم أسمع شيئاً عن أمر النبي حزقيل وما الجديد الذي قاله حزقيل؟ فأنا قليلاً ما أنصت إليه يقول لنا الأعاجيب كما هي عادته يأمرنا بأن نخرج لنقاتل هؤلاء القوم الذين أخذوا منا أرضنا وقرانا من جديد فانظر إلى هذا القول العجيب نحن نخرج للحرب ثانية ما لنا نحن والحرب؟ ألا يعلم حزقيل بأننا لا قبل لنا بهؤلاء القوم؟ يعلم جيداً ولكنه لا يتوقف عن دعوتنا قائلاً إنها دعوة الرب وأمره لكي نخلص أنفسنا من الهوان ويعزنا الله بنصره على القوم الظالمين لا، بل هوان ونحن أحياء أفضل لنا من عزة يتبعها موت كفان ما فقدنا من أنفس وأرض وأموال فليقل حزقيل قولاً خفيفاً ولا يثقل علينا صدقت يا رجل فهذا هو رأي كل أهل القرى من بني إسرائيل نحن لا نخرج أبداً للقتال وليستغفر حزقيل لنا ربه هذا إن كان نبي الله حقاً كما يدعي ولكن ماذا إن أتى هؤلاء القوم مرة أخرى ليغيروا علينا ويسلبونا هذه الأرض الجدباء التي رضينا بها رغم أنوفنا؟ حينها نهرب لأرض أخرى فأرض الله واسعة كل شيء إلا القتال لا قبل لنا به ولا سبيل له مهما ساءت الأحوال رأيك صواب وأعتقد بأن هذا هو الرأي السائد بيننا فلنمضي فيما عزمنا عليه وليفعل حزقيل ما يريده ولما علم أهل القرى بأن هناك من الرجال من هو آت لأخذ أرضهم قرروا أن لا ينتظروا فيها فحملوا متاعهم وراحوا يسيرون في الأرض دون أن يعلموا وجهة لهم فلقد قبلوا الذل حفاظاً على حياتهم فارين من الموت في ظنهم باحثين عن حياة أية حياة فقط دون الموت لم يعلموا بأن الحياة والموت بيد الله ولا سبيل للفرار مما قدره الله عليهم فبعد طول ترحال ينزل القوم بأرض الوباء فينتشر بينهم كانتشار النار في الهشيم دون أن يترك أحداً منهم فيدركوا بأن أجلهم قد اقترب وأن الموت سيهلكهم لا محالة وأن عذاب الله بات قريباً يَا لِمُصِيبَتِنَا لَقَدْ حَلَلْنَا بِأَرْضِ الْوَبَاءِ لَقَدْ تَمَكَّنَ مِنَّا الْوَبَاءُ وَلَا شِفَاءَ مِنْهُ لَقَدْ حَصَدَ الْمَوْتُ الْعَشَرَاتِ مِنَّا وَسَيُفْنِينَا الْوَبَاءُ عَمَّا قَرِيبْ عَنْ بَكْرَةِ أَبِيْنَا لَنْ يَبْقَ مِنَّا أَحَدٍ لَنْ يَبْقَ مِنَّا أَحَدٍ لَنْ يَنْجُوَ كَبِيرٌ أَوْ صَغِيرٌ إنها النهاية إنها النهاية سمحني يا صغيري فنحن من كتبنا عليك الموت لم يسعك الوقت لكي تكبر وتنعم بحياة هنيئة بين أمك وأبيك سمحني سمحني يا ولدي سمحني من فينا كان يظن بأن هذه الأرض موبوءة؟ هل كنا نعلم الغيب؟ إنها إرادة الله؟ لا تتحدث عن إرادة الله يا رجل فنحن من أبينا قضاءه وأسررنا على ما عزمنا عليه أردنا أن نفر من الموت ففررنا إلى الموت يا لمصيبة قومنا يا لمصيبة قومنا يا لها من نهاية مخزية لقوم بني إسرائيل يبدو أن لعنة الله قد حلت بنا لقد عصينا أوامره ولم نطع فينا نبيه لقد حذرنا حزقيل من غضب الله فلم يستجب إليه أحد ولقد تركنا قوله خلف ظهورنا فصرنا على ما نحن عليه احملوا هذا لقد مات شخص آخر لقد مات شخص آخر مات شخص آخر لقد حلت علينا لعدة الله مات أهل القرية جميعاً ولم يبقى أحد وكانوا كما ذكر الله في كتابه العزيز بالألوف فقيل ثلاثة آلاف وقيل أربعة آلاف وقيل خمسة آلاف وقيل أكثر من ذلك وبعد بضع سنوات أراد الله أن يجعل للناس آية فأمر نبيه حزقيل عليه السلام أن يذهب إلى تلك الأرض من جديد بعد أن تحللت الأجسام وذابت العظام في الأرض ولم يبقى منها شيئاً فأمر الله نبيه حزقيل عليه السلام أن يدعو تلك العظام النخرة أن تكتسى لحما وأن تتصل الأعصاب وتجري في العروق الدماء فدعا فيهم بما أمره الله عز وجل فقام القوم من مرقدهم وكبروا تكبيرة رجل واحد وهم لا يكادون يصدقون هكذا أراد الله أن يضرب للناس مثلاً بأن الحياة والموت بيده وحده وأن لا مفر من الموت وإن كنا في بروج مشيدة لقد تعجبت من قول أحدهم أردنا أن نفر من الموت ففررنا إليه قول عجيب أليس كذلك يا جدي؟ ولكنه كان حالهم فرغم أن هذا ما ذكروا به من لدن أنبيائهم إلا أنهم كانوا كثيراً ما ينسون ما ذكروا به وهذا هو حال الإنسان دائماً يريد من يذكره أولاً بأول حتى لا يقع في نفس أخطاء الماضي وماذا فعل هؤلاء القوم بعد أن أعاد الله لهم الحياة من جديد؟ العلم عند الله فلم يذكر لنا الله في كتابه العزيز سوى هذا القدر من حال هؤلاء القوم لكن أغلب الظن بأنهم أكملوا ما تبقى لهم من أعمارهم طائعين عابدين فمن ذا الذي يبعثه الله بعد موته ثم يكذب بآياته من جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يذرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حديثنا اليوم عن إيلاف النعم فكثير من عباد الله الذين أنعم الله عليهم بفضله يعتادون على هذا الأمر وكأنه حق مقتسب لا يستوجه الشكر بل إن البعض الآخر قد يمل نعمة الله عليه فيبحث عن المشقة بيده وهذا ما سنراه في قصة اليوم هكذا دعونا بأمان الله الحمد لله الذي هون علينا الطريق وحفظنا بحفظه فاللهم لك الحمد على فضلك وكرمك إذن دعوني أستأنف الحديث مع جدي لك هذا فأنا أرى الحماسة في عينيك وهذا أمر حسن أخبرني يا جدي ما هو إيلاف النعمة التي كنت تحدثنا عنها منذ قليل؟ إيلاف النعمة هي أن يعتاد العبد على وجود نعم الله عليه فيألف هذا الحال ويركن للراحة والخمول والتكاسل ثم يدبعه بعدم التدبر ونسيان الشكر وكثرة التفكير في الشهوات والملذات وهكذا هي طبيعة النفس البشرية لم أكن أعرف ذلك من قبل هذا هو إيلاف النعمة فحينما قال الله عز وجل في كتابه العزيز لم يكن هذا إلا رحمة من الله بعباده فالإنسان الذي يسعى في سبل الخير ويكتهد في السعي ويكابل المشقة دائما ما تحفه الرحمة والمغفرة والتوفيق من الله عز وجل وأما أولئك المطرفون فيحدثنا الله عز وجل عنهم في كتابه الحكيم موعظة لنا ورحمة حتى لا نركن نحن أيضا لهذا الطرف الذي يفسد طبيعة النفس البشرية تراثنا التاريخي والديني مليء بالعبر والمواعظ الكثير من القصص القرآني تناول هذا الشأن ولكننا اليوم سنخص قصة بعينها وما هي تلك القصة يا جدي؟ إنها قصة قوم سبأ فهي بنا لنبدأ تلك القصة عاش قوم سبأ لسنوات طويلة في رغد من العيش فالأرض طيبة والمياه وفيرة والزرع مختلف ألوانه أحل الله عليهم نعمته فكان المسافر منهم يسير بين القرى لا يخشى شيئا فقد أحل الله عليهم نعمة الأمن والطمأنينة تتجاور القرى فلا يوجد بين أهلها فقير أو محتاج هكذا أراد الله أن ينزل نعمته على قوم من عباده فتكون لهم فتنة أيشكرون أم يكفرون فالدنيا هي دار فتنة وليست بدار مقام والعبد فيها ما خلق إلا للاختبار ذلك تصديقا لقول الله عز وجل ما أجمل حديقتك يا يافع خيرها وفير وثمرها كثير وحديقتك أنت أيضا يا قحطان بل ربما هي أجمل وثمرها أكثر إن أرضنا طيبة ومباركة والخير فيها لا ينقطع صدقت يا يافع صدقت ولكن أخبرني هل ستسافر هذا العام إلى الشام مع القافلة المسافرة؟ نعم وإن كان السفر لم يعد يستهويني كما كان في السابق فكل شيء كما هو لا جديد فأجبني بالله عليك يا قحطان هل هناك شيء يستهويك في هذه الحياة؟ لقد مللنا كل شيء فأهل القرى جميعا حالهم كحالنا لقد غلب السائم على أحوالنا فأي شيء هذا الذي ينقصنا يا يافع؟ لم أعد أعلم يا صديقي كم وددت أن تتقلب الأحوال وتتبدل كما كان يحدث مع أجدادنا أتقصد قبل بناء سد مأرب؟ نعم يا صديقي فحينها كانت الحياة ما بين شح وعطاء خير وشر خوف وأمان هكذا سمعنا من أجدادنا عن تلك الأيام الخالية وهل تظن بأن حياتنا ستتغير حينها ويذهب السائم عنه؟ ليس ظنا يا صديقي بل هو يقين فضع الله أن يبدل أحوالنا في كل الأحوال لا فائدة من التمني ولا سبيل لنا إلا قبول هذا الحال هذا الذي يحزنني لا تبديل لتلك الأحوال لا تبديل ما أعظم هذا السد؟ هل رأيت بناء عظيما كهذا من قبل؟ لم يكن لأحد في السابقين صرح كهذا فقد بني هذا السد العظيم لكي يبقى لآلاف السنين صدقت إنه فخرون الذين تباهى به بين الأمم فمنذ أن بناه أجدادنا والخير قد عم أرض سبأ حتى زرعت القرى على مد البصر هل تظن بأن يأتي اليوم الذي يزول فيه هذا السد؟ لن يأتي هذا اليوم حتى تهبط السماء على الأرض فانظر إليه بنفسك إلى هيبته وشموخه وعلوه هل لهذا الصرح العظيم أن ينهد؟ لا والله فلو أراد الرب نفسه أن يهدمه ما استطاع لن الحق أن نفخر بما بناه أجدادنا ونتغنى به ما تعشئنا صدقت يا رجل صدقت يا عامر أدركني يا عامر أدركني ما بك يا هانئة ولما كل هذا الفزع؟ مصيبة مصيبة كبرى وحلت بني رجل مصيبة وحلت بقوم سبأ عن أي مصيبة تتحدثين يا امرأة؟ تكلمي فلقد جعلتي قلبي ينخلع من مكانه كنت أسير بجوار حديقتنا منذ قليل وحينما اقتربت من السد رأيت به تصدها عظيما والمياه تتدفق منه بغزارة كيف حدث هذا؟ كيف لسد مأرب العظيم أن يتصدع؟ لقد رأيت الفئران تخرج من كل جانب منه وكأنها الجراد تفعل الفئران هذا الصدع العظيم؟ هذا ما حدث لم أشاهد شيئا كهذا من قبل لقد ملأني الرعب والفزع يا عامر ولا أعرف كيف ستكون العاقبة يا لها من مصيبة كبرى هلكت سبأ هلكت سبأ دعك من النواحي وأخبرني ما الحل الآن يا عامر؟ لا أعرف يا هانئة لا أعرف فعقلي كأنه توقف من الصدمة ولكن من المؤكد بأن أهل القرى قد علموا ولابد من أنهم سيجدون مخرجا وما الذي سيفعله أهل القرى في هذا البلاء العظيم؟ إذن فلتحمل أغراضنا لنخرج سريعا من أرض سبأ عسى ألا ينال منا السيل كما سينال من كل شيء وننجو بأنفسنا فهذا هو رجاءنا الوحيد يا هانئة وبيتنا وأرضنا يا رجل إلى من نتركهم؟ وهل سيبقي السيل على شيء منهم يمره؟ فحينما ينهار السد لن يبقي لنا سوى الخراب والقحط والدمار يا لمصيبة قوم سبأ يا لمصيبتنا يا لمصيبتنا وبعد أن انهار سد مأرب تفرق قوم سبأ في البلاد مشردين ذلك بعد أن كفروا بأنهم الله ولم يشكروا نعمته وفضله بل جحدوا واستهزأوا بفضل الله عليهم ودعوا على أنفسهم فكانوا لأنفسهم ظالمين تغيرت الأرض وتبدلت ولم يبقى منها شيء مما كانت عليه هكذا يغير الله الأحوال ويبدلها تبديلا هكذا أراد الله أن يبين لنا في كتابه العزيز جزاء من يغفر بنعمة الله وينسى فضل الله عليه فوردت هذه القصة حتى يكون للناس في قوم سبأ عظة وعبرة يعتبرون بها إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على ما أعطيت إنها النفس تلك النفس التي إن تركنا لها العنان ستفعل بنا الأفاعيل وللإمام علي كرم الله وجهه في هذا الشأن قول عجيب وماذا قال الإمام علي يا جدي؟ يقول الإمام النفس كداب إن ركبتها حملتك وإن ركبتك قتلتك وهذا قول شاف يعلمنا الإمام فيه بأن تلجيم النفس وعدم الإسراف في الرخاء والنعم يهذبها ويصلح من أحوالها وأما إن تركناها لأهوائها أوردتنا المهالك بسم الله الرحمن الرحيم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سذر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر